أرسى سعيد نجيمة الرسام الذي يبلغ من العمر 54 عاماً هدفاً فنياً في حياته يتمثل في أن يضع إبداعها في خدمة الأجيال الصعيدة والنهوض بالتراث الغني والمتعدد لجهة درعات في لالتة الذي يجد مكاناً متميزاً في تاريخ مدينة سجل ماسة العريقة في المدارس البسيطائية كنت نركز بزاف على ما هو ترباوي مثلاً في القيام في التربية ما هو تحسيسي من ناحية البيئية ما هو تحسيسي من ناحية النسبة للبيئة الصحة إلى آخر يعني يوليس عندي واحدة علاقة وكان مجموعة دي الأصدقاء في سلك ديال التعليم تسموني صديق المدرسة واقتناعاً منه بالدور الأساسي الذي يمكن أن يطلع به الفنانون في تنشيط المساحة الحضرية قام نجم أيضاً برسم جداريات في عدة أماكن بمدينة رشدية التي ينحضر منها مبرزاً أنه يقوم بذلك في سياق المساهمة في الدينامية الحضرية برؤية فنية كنت درس أطول بوندرول في 2016 كان ديال كوبو 22 ديال مراكش على حباس الحراري كان مغالي مستضف هذا المؤسمر الكابير العالمي كنت درس واحد بوندرول في واحد المدرسة مع مجموعة ديالأطفال يزيد عددهم 70 طيفل هذا هو اللي جميل هذا هو اللي خلاني ارتاح لأن السفد دور الأطفال كان 33 متر و 20 سنتيم على متر و 60 ويعتبر الفنان أن عمله يروم أيضاً المساهمة في تعزيز تأثير الجوانب المختلفة لتراث الحضرية لجهة درعات فلالت وإعادة تأهيلها حالياً حالياً سنصبقها في إنجاز أطول جدارية في العالم اللي تستوصل حتى الـ 520 متر 520 متر على تقرير سافاري مونتر 2 متر 2 متر 2 متر وهي تتح تتح بتايمة وحدة اللي تتح وحت سيركويت توريستيك هذه الجهة الدرعات السفيلة سعيد نجيمة فنان ملتزم ويشتهد من أجل رسم اسمه ضمن المبدعين الذين يعملون من أجل التنمية وتعزيز التراث المحلية وذلك رغم الصعوبات التي قد تعترض طريق إنجاز أهدافه المتعددة ترجمة نانسي قنقر